في عندنا عامل تاني برضو يعتبر من Geometric Factors اللي هو Geometric Distortion وده بيحصل فيه Unequal Magnification of Different Portions of the Same Object زي ما بنكلم عليه كده بنسميه Shape Distortion بمعنى اللوقتي ال Distortion ده بيدبند على Object Thickness ال Position وال Shape زي ما احنا شايفين هنا كده نفس ال Object هو هو على نفس المسافة هي هي ممكن يطلع شكل مختلف نتيجة ان احنا بدل ما كنا بنعمل هنا Perpendicular Projection بنعمل هنا حاجة زي Oblique Projection حسب ما كانوا من X-ray Source فهنا بنلاقي ان شكل ال Circle دي بقى Ellipse نفس الكلام هنا لو عندي بقى كورة شكلها هيبقى Ellipse بشكله يعني حد شوية اكتر من الشكل اللي هو اللي كان موجود عندنا في الحالة دي لما بنكلم بقى على Object شكله مش منتظم بيبقى ال Proportions فاعته بتتغير تماما في ال Projection ودي الحقيقة بتعمل لنا مشكلة كبيرة لو احنا عندنا Object بالشكل ده كده لو احنا عمل لها ال Rotation هنلاقي ان شكل Object نفسه رغم ان هو نفس الطول هو هو هنلاقي ان الطوله بيتغير في الصورة وده طبعا بيبقى فيه مشكلة لان احنا حسب ال Orientation بتاع ال Object نفسه جوه الصورة ممكن ان الحجمه يتغير ويتبقى مشكلة بالنسبة لنا ان احنا ما احناش عارفين داخل الجسم اشكال الحاجات نفسها او Orientation بتاعها شكله عامل ازاي فتبقى تعمل لنا مشكلة ان احنا لما نيجي ناخد قياسات من صورة ال X-ray ممكن يطلع عندنا مشاكل نتيجة ال Rotation بالشكل ده فباسيكلي لو احنا بنتكلم على عامة لو بنتكلم على Thick Object دايما بيبقى Distortion بتاعها اعلى من الثين Object زي ما بيكون عندنا حاجة بالشكل ده كده لو عندنا Thick Object بتلاقي ان احنا عندنا شكل Distortion هنا في الجناب بتاعت ال Object شكلها اكبر لو احنا بنتكلم على Object Plane وال Image Plane are not parallel برضو بيبقى عندها نفس المشكلة لو انا دلوقتي بتكلم على ان يعني هنا مثلا زي الشكل ده كده Object Plane شكله كده وال Image Plane شكلها كده فباسيكلي حصل Distortion لطول ال Object نتيجة ان هما الاثنين مش مرة لها فطبعا بيفرق معانا طبعا احنا بنعمل Perpendicular Projection ولا Oblique Projection ويفرق عندنا حجم ال Object بيفرق عندنا ال Orientation بتاع ال Object وطبعا ال Position بتاع ال Object بيفرق عندنا زي ما شفناها في الجزء بتاع Magnification Factor وكل الحاجات الحقيقة ممكن تخللنا القياسات من صور الأشعة ممكن يطلع فيها أخطاء نتيجة كده انه اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى